دعني أستاذ سمير أعود إلى الأستاذ علي بالتطورات الميدانية أربعة انفجارات في العاصمة كييف صباح اليوم هل ستعود كييف لتكون ساحة مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية أم أنها رسالة نارية من موسكو؟ يعني موسكو جربت في بداية هذه الحرب العدوانية اللي شنتها على أوكرانيا في البداية حاولت أن تسقط كييف في البداية لكن تبين لها أن حساباتها كانت خاطئة وأعتقد القرار الصحيح اللي أخذتها القيادة الروسية بالانسحاب من منطقة العمليات في كييف وضواحيها كان قرارا صائب عسكريا كان قرار خاطئ لأنه الواضح أنه الروس كانت حساباتهم غير صحيحة عندهم مشكلة في الاستخبارات دخلوا إلى كييف محاولة الدخول إلى كييف ثم تبين أنه كانت هناك مصيدة كبيرة للقوات الروسية لكن روسيا أدركت متأخرة أنه الدخول إلى كييف ليس أمرا بهذه السهولة الآن الغرب يحاول فتح جبهة جديدة على روسيا من خلال قرار لاتفيا بمنع دخول البضائع المعائل التي تدخل من العقوبات إلى مقاطعة كالنيني جراد على بحر البلطيق روسيا قد تدخل في مشكلة مع النروج هناك مشكلة حول جزيرة تابعة للنروج هناك مشكلة مع اليابان حول موضوع جزر الكوريل كل هذه المشاكل قد تحدث لإشغال روسيا وإنهاكها وروسيا بالمقابل تحاول خلط الأوراق محاولة الوصول الضغط على أوكرانيا وعلى الغرب للوصول إلى إيقاف لإطلاق النار لهذا الاستنزاف للقوة اشتركوا في القناة